أهلاً ومرحباً بكم متابعين الكرام في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن استضام قطار بسيارة أجرى يخلف كارثة قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أخبار المغرب وفي التفاصيل وقعت عند منتصف يوم أمس الثلاثاء 13 يونيو الجاري المتزمن مع السوق الأسبوعي لقرسيفة حادثة سير مروعة تمثلت في استضام قطار وسيارة أجرى من النوع الكبير بمنطقة بالفرح بجامعة تدارت إقليم قرسيفة الحديث خلف خمسة جرحة من بينهم أربعة أطفال إصاباتهم متفوتة الخطور تم نقلهم للمستشفى الإقليمي لقرسيفة لتلقي العلاجات الضرورية وقد حضر لعين المكان رجال الوقاية المدنية لنقل المصابين إلى جانب رجال الدرك الملك بالمركز الترابي بجامعة تدارت لفتح تحقيق بملابسة الحادثة شكرا لكم على المتابعة ونلقاكم في خبر آخر